موسيقى 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 وقت مستقطع سادتي جديد لعمر العملية السياسية الانتخابات المبكرة تؤجل رسميا من 6-6 إلى 10-10 وراها الله أعلم شي صير فسعة الوقت الجديدة هم مراحة مر بهدوء أسم التحالفات والانشقاقات بتصاعد مستمر والجدل حول الموازنة والأزمة المالية صاير الشغل الشاغل للبرلمان وأعضاء ومنها تسعة تشعر أو أقل أو أكثر جديدة كنا راح نشوف معطيات ومتغيرات يمكن بعضها غير متوقع بس الثابت حاليا سادتي هو مستقبل غير معلوم لشكل المشهد السياسي والأمني القادم حياكم الله موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من الثامنة عبر شاشة الرشيد الفضائية أتشرف الحوار مع ضيف نائب رئيس تحالف القوى سيد محمد الكربولي حياك الله أستاذ محمد نورتنا في هذا اللقاء حياك الله أشكرك نورتنا شكرا أول لقاء في 2021 نعم إن شاء الله لقاء خير يا رب آمين إن شاء الله أستاذ محمد قراتك لتأجيل الانتخابات وموعدها إلى 10-20 تعتقد هذا التأجيل النهائي والثابت لموعد الانتخابات أو بقراءة سياسية بضغوح صارت بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أو تحية مشاهدي قناة الرشيد الفضائية الحقيقة هو التأجيل كان متوقع خاصة أغلب الكتل السياسية بالعلن شيء وبالخفاء شيء آخر يعني بعض الساحات السياسية هي ما جاهزة كبعض الأحزاف فقدت جمهورها بعض الأحزاب تقم من عدها جمهورها والعمليات اللي صارت بالأخير وجود المظاهرات وجود تيارات شبابية على الساحة العراقية ممكن تغير من الواقع الحال كثيرا فأعتقد الكتل السياسية ارتأت أن يكون هناك تأجيل بعض الشيء بحجج فنية من قبل بعض الأخوان في المفوضية المستقلة وبحجة بأن كفنية نحن ما رح نقدر حجج فنية طبعا يعني بعض الأخوة اللي موجودين والكلام طبعا إلى أحد الأخوة في المفوضية بأن إذا ماكوا استقطاعات بمعنى اليوم إذا يطولنا سبوع للتحالفات لازم هذا الأسبوع إحنا كسياسيين نقدم أوراقنا مو ناخد تأجيل تعرف يقلون أسبوع بعدين مددوا أسبوع آخر بعدين أفد ثلاثة أيام يعني هاي التوقيتات إذا التزمت بيها المفوضية أنا أعتقد في الشهر السادس كانت تقدر تسوي هاي الانتخابات يعني كانت أكو مجال لإجراء الانتخابات في السادس ممكن إي كانت بنسبة تشغت كانت السادس يعني نشوف إذا أقدر أقول لك سبعين سبعين بالمئة يعني مهيئين بس إنت تعرف يعني الجو العام السياسي نعم أنت تعرف إحنا نظامنا نظام برلماني و بين قوسين أحزاب يعني تقود العراق يعني النظام البرلماني هو نظام تحت قبة البرلماني يتكون من أحزاب وهذه الأحزاب هي لديها يعني الأدوات في عملية التأجيل في عملية الضغط في عملية إقرار القوانين والتوافقات السياسية تذهب إلى الضغط من بعض خلينا نقول الكتا للسياسية في عدم استقرار المناطق سياسيا استقرار المناطق ممكن أمنيا في بعض المناطق دين أستاذ محمد عذرا على المقاطعة وأنا داما يعني أعرفك واضح الكتلة السياسية اللي كانت ضاغطة بهذا التأجيل هي شيعية؟ نعم أنا أعتقد يعني الشيعية أكثر شيعية أكثر يعني إحنا يعني من ناحية خلي نقول الاستقرار السياسي موجود عندنا في مناطق من المناطق الغربية والأمنية الحمد لله يعني وضعنا أفضل ماكو حراك سياسي مثل ما صار في الوسط والجنوب ما ظهرت تيارات سياسية لحد هذه اللحظة من الشباب اللي موجودين وهم يعني كلهم الحق في عملية تشكيل الأحزاب هذه الأمور أحنا نعتقد يعني ساحتنا كانت مهيئة أكثر فما كانت هناك ضغط من الكتل خاصة الكتل السياسي اللي عاملة في الساحة وفي تحت قبة البرلمان ما كانت إلها النية لكن نزولا إلى رغبة الأخوان نحن نمضي لأن نعتقد نحن مشروع عراقي وهذا المشروع العراقي يجب أن تكون هناك استقرار يعني سياسي بالعمل السياسي ثانيا ممكن ننطي فسحة أمل إلى الحكومة هذا كان رأينا نحن في تحالف القوى بتحصر السلاح بيد الدولة ممكن نحن أربعة شهر أو خمسة شهر ممكن نتقول ما أقدر أو أكون مشاكل راح أصير لكن عملية تسعة أشهر يجب على الحكومة برئاسة القائد العام من القوات المسلح الكاظمي أن يضع خطة من الآن إلى الانتخابات في نهاية شهر التاسع يعني تكون هذه الخطة هي خطة مدروسة ومكملة من القوات الأمنية والقوات العسكرية والمخابرات والجيش والاستخبارات في وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة وجعل الانتخابات حرة ونزيهة لازم تكون حرة على مد المواطن اللي لا يتهدد في السلاح ولا يتهدد من جماعة المسلحة لعدها السلاح على مد يجبروه على الانتخاب إلى أشخاص هم يعني أصلا ما يريدوهم يكونون في مناطقهم ولذلك أنتوا نزولوا عند رغبة الأخ الأكبر مجلة الانتخابات وقلنا ننطف سحة هماتين للأخ الكاظم يعني مدبل كان يقدر يرتب حاله في عمليات حصر السلاح بيد الدولة وعمليات خلنا نقول تأمين المراكز الأمنية تأمين المناطق في خطة لأن اليوم الخطة التسعة أشهر ما معقولة راح يقول لي مها والله ما لحقت وهو ما أقدر وهو اللي قال عشرة عشرة يعني الحكومة هاللي قررت عشرة عشرة زين بناء على توصية من المفوضية إلى منسل الوزراء طيب أستاذ محمد أنت سبقتني بأداء الكاظمي ووعودة اللي طرحها وأكدها ووعود بيها قدام الرأي العام وقدام أي مؤتمر في أي مؤتمر صحفي يحضره إحنا ليش نحمل رجل فوق طاقته أستاذ محمد الرجل أجي شاف دولة عميقة شاف ضباط يعني شاف الأجواء مجاية ويمزاجة أستاذ محمد ليش نحمله فوق طاقته تعالوا حسرنا السلوح وكشف النظر اللي يقصفون تسوينا انتخابات مرتبة موجهة ترحنا نحاسبك جاء ما يكتر يعني بالأخير هذا مو كلامي ترى كلام الكتل الشعي بحاجة ساذ أحمد إلى رجل صاحب قرار نعم هو الرجل حقيقة يعني يمتلك القرار يمتلك القرار يمتلك القرار لكن القرار نبات ما ينفذ يعني كثير من الأوامر اللي تم توقيعها بما يخص القوات الأمنية وتحديدا الجيش من أول ما استلم السيد الكاظمي لحد يمكن قبل اليوم أنك هناك تنقلات من أعفاء بعض القيادات الكبيرة في الجيش العراقي لطورتها بالفساد لطورتها بالأجندات الخارجية بالميليشيات موجودة هذه نحن نعتقد على رئيس الوزراء أن يمضي قدما في بناء المؤسسة الأمنية لأن احنا بالأخير إذا ردنا أن نطبق القوانين يجب علينا أن تكون لدينا قوات أمنية تستطيع أن تحمي هذا القانون بدون عملية حماية القانون صعبة أما السيد الكاظم يقول لي ضعيف لا هو مو ضعيف أبدا ليش؟ شنو الضعف اللي عنده هو رئيس الوزراء والقادر العام القاتل المسلحة ولديه القوات نعم موجود فصائل مسلحة ممكن خارج أو قلنا نقول ميليشيات تمتلك سلاح لكن أكو قانون يلجمها ويوقفها أنا تكلمت قبل فترة والأخلي ثمتين طلعت قلت إذا شخص هو ما يقدر فعنده أجزاء أمنية كثيرة مثلا أكو مشاكل مع من يقصفون السفارات وهذه الأمور ممكن نخلي الحجد الشعبي هو يتكفل في هذا الأمر في عملية وجودهم وقوتهم وأمكانيتهم أعتقد يستطيعون أن يهدوا هذا الأمر الموضوع الآخر المواطن المواطن هو يبحث عن دولة ويبحث عن الحكومة ويبحث عن القانون فإذا كانت هناك عملية مشتركة سياسية ما بين الحشد من جهة في عملية حصر السلاح بيد الدولة متابعة الخارجين عن القانون لعدم السلاح خاري طار الدولة يكلفها إلى الحشد الشعبي زي ليش الحشد الشعبي؟ لأنه هو مؤسسة أمنية تحت قبة البرلمان تم إقرار قانون خوب جاز مكافحة الإرابية تعامل مع ذولة لأن ذولين طلعوا من ذولة؟ أستاذ محمد لا هو مو طلعوا هو شوف يعني هذولة اللي نحشى عليهم ما تقول لك مع دول ولا مع دول ما العادل مانا السلاح خارج إطار الدولة لديه أجندات خارجية مرتبطة في دول خارجية فما أعتقد اليوم الجيش العراقي أو مفهوم القوات العسكرية تستطيع أن تدخل في صراع مع هذه الفصائل لا يوجد قرار وطني هو لا يوجد قرار وطني ويدعم من قبل الكتل السياسية إلى السيد الرئيس الوزراء السيد الكاظموي أنا أعتقد الجيش العراقي يقدر يحقق لأن شوف الخارج عن القانون والميليشيات عندها دول تدعمها الضابط البسيط أو الجندي البسيط من يصير فتشي عليهم لأن دولتا ضعيفة بالأخير يقول لك أنا ما أتورط أدخل معها أولا الجماعة يروحون يهددون أهلي يضربون أولدي يختطفوهم يقتلوهم ممكن هو نفسه ينضرب نعم ففي هذه الحالة أنا أعتقد نخلي القوة ذات القوة الأقوى والماسكة الأرض ودخلة معارك وعدها ممكن تعرف هاي الجهات اللي تضرب ممكن عندها معلومات أكثر من الدولة من يدعم هاي الجهات الحشد طبعا أكيد يعني اليوم الحشد قوة قوية وليس قوة يعني أدول حشد عسكري وثيمان لأن قوة يمتلك معلومات استخباراتية يمتلك معلومات يعني عسكرية عند قيادات عند ألوية عند استخبارات عند أمين كل هذه المؤسسات موجودة في الحشد الشعبي يعني ما طيب فبالتالي وهو جزء من منظومة أمنية خل أكلفه أشوفه يعني هو اليوم دافع عن العراق خليه دافع عن داخل العراق أيضا بالتالي يعني أكلف بهذه المهمة أشوف شنو جديته في عملية يعني خلو نقول حصر السلاح بيد الدولة أستاذ محمد عجب المناطق الغربية ما عدت فصائل ما عدتكم فصائل ما نؤمن بالسلاح خارج طار الدولة ما نؤمن أبدا ما عدتكم فصائل مسلحة لا ما عدت لا ما عدت ليش ما عدتكم لأن احنا نؤمن صاروا فصائل مقاومة شكلوا فصائل مقاومة حتى صاروا تنظمون سياسيا ودخنوا لبرلمان ما يقول لك المؤمن لا يلدغ من جحر مرته احنا صارت فصائل مقاومة بالبداية بعد الاحتلال وصاروا جمعها كلها إرهابية كرروها صاروا صحوات صاروا الناس كلها إرهابية وقادة الصحوات لحد هذه اللحظة مطاردين أكون منهم ولا يازلون جزء من عدهم في أربع إرهاب مذبوبين من السجن من وراء المخبر السري عملية بناء يعني جناح عسكري خارج إطار الدولة احنا لا نؤمن به أبدا مطلقا ولا هي ثقافتنا احنا كسنة احنا ثقافتنا بأن الدولة المرجع مالتنا سياسيا وأبنيا وانقتصاديا وخدميا هي الدولة ان احنا مواطنين نؤمن بالدولة ونؤمن بالسياسة بسياسة الدولة ممكن يكون مشاكل سياسية قديمة نقدر نحلها تدريجيا لكن في مفهوم إطار السنة هم يبحثون عن بناء دولة يعني التوبة بعد ما يكون فصائل هي مو التوبة احنا قام المقاومة صارت نتيجة الاحتلال والاحتلال اعتقد يقاوم بكل الأديان والشرع اللي عندنا احنا المسلمين فصار من هذا الاتجاه لكن بعدين تحولوا هدولة من المقاومين إلى أرهابيين وصارت القاعدة وصارت أمامها للسنة الصحوة واستطاعت أن تطرد تنظيم القاعدة في وقتها أقل من سنة نعم وأمنت هذه المناطق لكن شيئا فشيء الصحوة تحولت إلى هدف لقبل المخبر السري اللي هم احنا نعتقد دول المخبرين السريين هم أما عملاء أو جزء من تنظيم القاعدة القديم نعم التعامل للأسف مع بعض ضباط الجيش اللي موجودين كانوا في تلك الفترة وأدى إلى يعني كثير من أبنائنا الأبرياء اللي موجودين حاليا في السجون نتيجة القتل ونتيجة الضروب انتزعت الاعتراف بالقوة من عندهم بعد تبصيمهم بعد أن خطفهم ومرمهم بالسجون يعني أكو ناس يعني ورى سنة يا الله درى أبنه أو سنتين درى أبنه مذهوب بسجن الناصرية ومحكوم بالإعدام كانوا يعتقدون كانت في تلك الفترة أكو خطف وقتل طيب وتغييب قصري كانت في هذه الفترة طيب أستاذ محمد خلينا نشوف الصورة الأولى عدنا صور يعني فد بترتيبات إن شاء الله ونكملوا إياك زميل المخرج الصورة الأولى كان هذا اللقاء اليوم أستاذ محمد أي نعم مع السفير الأمريكي أول شي شنو أبرز المحاور أستاذ محمد في هذا اللقاء ثاني شي المزاج الأميركي وين رايح في ظل يعني وحنا بالساعات التجرح أكو تنصيب لبايدن المزاج الأميركي باتجاه السنة دعمي لإجراء الانتخابات دعمي للأقلمة ولا لا الليدار بهذا اللقاء لا يعني هو الليدار حقيقي هو عملية يعني مدى أمكانية إجراء الانتخابات في موعدها وشنو يعني خلي نقول الوقوف مع الدولة كحكومة وليس كأشخاص لم يحدث لقاء كلام عن الأقلم لأنني أرجع وأقول إذا كانت هناك فدرلة فيجب أن نفاتح الشيعة إخواننا الشيعة لأننا نعتقد عايشين في بلد واحد أو في بيت واحد عملية رفع الصوت والاتكاز على الأمريكان أو على دول الجوار الأخرى أنا أعتقد هذا ليس صحيح ولا يجدي نفعا سوى مشاكل ما بين الأخوة الكبير والأخ الصغير بالتالي ما رح نوصل فقط إلى عداوة نحن نعتقد إذا كان هناك دستور ويتكلم عن الفدرلة فالأجدر فالأجدر بنا أن نتكلم مع الأخوة إذا كان هناك أمكانية في عمل أقاليم وليس أقاليم واحد إحنا ليس من دعات أقاليم لكن نعتقد اليوم البلد إذا وصل إلى مرحلة عدم الإدارة المركزية الروح اللامركزية واللامركزية هي نوع من أنواع الفدرالية أو الكومفدرالية هذا الذي نتكلم عنه نعم سيد محمد حسب اللقاء مع سفير الأمريكي الإدار أو إذا انطرح أو لما انطرح مقتنعين بمنهاج وأداء الكاظمي حسب لهم ما يدخلون هم ما يدخلون بالحكومة أعرف ما يدخلون لكن رأيهم يقول لك المشاكل الداخلية أنتوا حلوها إحنا نعمل على مساعدة العراق ككل وليس كجزء حتى إحنا نتكلم عن بعض المظلوميات ما يقول لك إحنا ما نعلاقه بهذا الأمر يعني مظلوميتكم وإنتوا مع الشركاء بينتكم وتحلون هذا الأمر حيروا بنفسكم يقول لك أنا أجي أساعد الدولة شنو تريد من الدولة شنو أقدر أساعدك يعني من في وقتها من ساعدون في تشكيل بعض الأفواج وخلي إذا نتكلم عن لواء عالي الفرات كان جزء من عمام الكرابلة والحشائر اللي موجودة في عالي الفرات إلا كان كتاب من أستاذ فارح الفياضة خدنا نعم يالله يدروا يتعاملون ويالله لأن هم يقول لك نحن نحترم التوقيع الميثاق لبياناتنا لا يتدخلون في الأمور الجزئية والبسيطة أنا مثلا أريد وكيل الطيني وزير ليش ما أخذ حق يقول لك هذا مو شغل طيب بعدهم قلقين من الوضع الأمني وقصف سفارتهم يعني أكيد اليوم إذا الحكومة تطرق الحوار لا ما تطرقنا لهذا الأمر يعني هو بالتالي يقول لك أكو دولة واني جايب ضمن يعني مواثيق دستورية أو خلقنا دبلوماسية وعلى الحكومة أنت حميني من هذا الأمر خففوا يعني أكثر من هذا الأمر لكن هم باقين موجودين كسفارة أمريكية تدير يعني أمورها الاقتصادية ما شكت له يا ربعنا ما عدوا مسلاح مثلا قلت له ربعنا بالمحا لا حقيقة يعني أعمار المدن بعد ممكن يتكلمنا على هذا النقطة بأن تدخل الشركات الـ UNDP بيهم مشاركونا وكثيرا في عادة الإعمار الأمار للأمانة واستقرارها كان مشاريع استقرار المناطق كانت كثيرة من قبل يعني الـ UNDP وكانت مدعومة من الشركات الأمريكية لكن أنا مو ساذج أقول لها تعالي نطين السلاح ولا أنا مو حديث سياسة للأمانة خالي نقول عدي خبرة في العشر سنين بالعمل السياسي داع السنة أنا دخلت به من المعيب أن تطلب من شيء شخص هو لا رح يقدر تنطي ولا أنا يقدر أتقبله يعني بالأخير السلاح موجود موجود ترى بأي دولة تقدر توصل لك أو حتى بشارع العراق موجود السلاح لكن يعني أنا أسلفت بأن نحن مع الدولة وليس خارج الدولة وتكوين مسلاح وسلاح وخارج طار الدولة وميليشيات وفصال ما نقبل احنا هذا الأمر أيضا بالسؤال الأخير أستاذ محمد حتى نغادر إلى صورة أخرى يعني موضوع الانتخابات وتأجيلها هم على اعتبار هم مراقبة أممية ورح يكون إشراف وكذا كانوا مقتنعين أنه ستة ستة تجرى الانتخابات ولا تفاجأوا بتأجيل الانتخابات ولا إيش لهم كانوا يعني يقولوا يعني ليش صار التأجيل فهم أوعزنا أنهم بأن ممكن التأجيل هو فني وليس تأجيل رقبات وهمعدهم يقول لك أخاف يعني إحنا الولايات يقل نقول الأمم المتحدة يعني 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 ها مش مهم أن تكون مراقبة للانتخابات خاصة في عدم إمكانية الدولة في حصر السلاح وعدم إمكانية الدولة في إجراء انتخابات شفافة لأنه نعتقد بعض المناطق المتداخلة هذه رح يكون بها مشاكل إضافة إلى المناطق المحتمى حتى يمكن سنية سنية شيعية شيعية كردية كردية لأن هذا تنافس فردي يعني تسقيط فردي يعني المرشح ما التقل وحد في هذه الدائرة إذا ما فاز فأنت خسرت جولة كاملة نعم طيب فرح يصير أكو احتكاك ما بين الأخوة في الكتل السياسية طيب فعلى يعني الأمم المتحدة تكون هنا عندها الفاصل في عملية إعطاء خلينا نقول المراقبة والشفافية في الأداء جيد أبو مصطفى رح أشوفك صورة بس شنو أريد يعني سر هاي القصة و قصة الصورة شنو سرها ماشي خلينا نشوفها وأعتقد زاروك للمنزل ها نعم استاذ محمد المعلومة اللي عندي شكل وأريد أسمع منك شنو عندك معلومة أكو زعل لا أبدا مستحيل وكان الكاك برهم سيد رئيس الجمهورية هو الوسيط ما بينك وما بين رئيس البرهم ويالح البوسي مستحيل سرها وشنو قصته مجوء وتعنى والبيتك لا هو أنا أخوهم أول تالي نعم وشريكهم بالعملية السياسية ثانيا وأحنا نعتقد الأخوة هي قبل العملية السياسية فاللي صار هو أنا كنت معزوم قبل فترة يوم فخامة رئيس الجمهورية فكان يعني يعني منكملت العزيمة قلت له مرته لأخ تجي على العزيمة فخبرني هنده يعزمني على الغد قلت له أنا شمرة جيت يوم أخو أخوة تجي يومي أنت زين أستاذ محمد أبري كان قبل بيوم أو يوم وين كان يتغدى يوم فخامة الرئيس زين فخابرت الرئيس الحلبوسي قلت له فخامة الرئيس الجمهورية سيكون يومي على الغد ممكن أن تتفضل أنت يومي همات يوم فاتفضلنا يعني وكان هذا ما هو يزعل لا 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 كزعل ماكو لكن كحوار سياسي صار في الأمر حوار مستقبلي على التحالفات الطولية التي نتكلم عنها وممكن أن تكون هناك مثل ما أكلمت أكون مفاجآت بالمشهد السياسي أنا شفت ماتل ممكن أن تكون هناك يعني خارطة وطنية وهذه الخارطة الوطنية أعتقد هو تغيير جذري للعملية السياسية ممكن أن تشكل تحالفات سنية شيعية كردية في نفس الوقت ممتاز وتمتلك هذه رؤية سياسية لبناء دولة وليس لبناء تحالف لأننا التحالفات موجودة لكن فكرة بناء دولة يحتاج لها أن واحد يعني يصفن لها جيد وشون رح يقدر يبني البلد طيب أستاذ محمد على هذه الصورة السيد رئيس البرلمان أنا جالس قبل تقريبا أسبوع مع أحد الشخصيات السياسية وكان وزير سابق ذكر أنه قال السيد رئيس البرلمان يعني ناوي أنه ما يدخل أي شخصية سياسية شيعية في تقدم يريد حصرا هذا الحزب أو هذا التقدم ما يصير مشارك لتحالف آخر يعني مثلا النصر بيه شخصيات سنية كردية شيعية أيضا التحالف في الكردستان الحزب الديمقراطي عده في نينوا في السنجار في أربي يعني لكن فقط تقد فقط سنية قلت لليش قال ما يريد دخل أي شخصية سياسية شيعية أبدا أبدا شنية التحالفكم يبقى فقط تقدم ولا راح يمتجاه هذه التحالفات الأخرى ما نقدر يعني نجزم بأن احنا راح ننزل وحدنا تقدم لأن الساحة راح تحكمنا بالأخير احنا عدنا جمهور وعدنا تنظيمات وعدنا مفكرين وعدنا خلي نقول مركز دراسات استراتيجية وعدنا شباب فعالين على الأرض وعدهم مكاتل كثيرة احنا نعتقد قبل ما تبدي التحالفات تنطلق راح يكون عندنا دراسة للوضع المنطقة لأن انت يجيز إليك أن تتحالف في كل دائرة كل دائرة تقدر تتحالف دائرة المنصور تختلف عن دائرة خلنا نقول الدورة تختلف عن دائرة البياع والحي العامل والشباب حتى لك في بغداد تختلف عن دائرة المحمودية ممكن في بعض الدوار نؤتلف احنا او ممكن في المحافظة كلها نؤتلف حقيقة احنا لا نستبعد اي خيارات في مصلحة بناء تحالف عند قضية في بناء دولة وليس عند قضية في بناء تحالف سياسي على مدأجيب للستين نائب أو خمسين نائب وادخل على مدأخذ وزير أو وكيل احنا قادرنا نعتقد هذا الموضوع عنه السيد الحلبوس كبير من زمان عندما صارت عندنا العمار في محافظة الأنبار وهذا العمار يحسب للسيد الحلبوس و للفريق الذي يدعي يشتغل وياه حقيقة ما للحلبوس لا يريد أي شيعي في التحارف وانت لا مو صحيح مو صحيح لا لا تنزون بمحافظات شيعية نعم عدنا مكاتب رح تفتح في مناطق في الوسط والجنوب شنوري هانكم على الوسط والجنوب حتى لو هم أهل لا أكثر حتى لو نحن نعمل على فكر سياسي وليس نعمل على فكر انتخابي كثير من الأحزاب خسرت لأن كانت تعمل عمل انتخابي فقط قبل الانتخابات تفتح وبعد الانتخابات تغلق نعم نحن لنزال نعمل في التنظيمات السياسية وهذه التنظيمات السياسية هي مصدر قوتنا في الساحة ندخل ممكن في محافظات حتى مو شيعية ممكن سنية ممكن منجب كل شيء بها لكن عملية الاستمرار والديمومة من قبل الشباب وعدنا رابطة شباب تقدم من خيرة الشباب بتعمل في بغداد ويعني عن طريق يعني كامرتك أشيد بهم حقيقة قدام كل المشاهدين وتنظيماتنا أختت حائز كبير في داخل بغداد وحزام بغداد بالتالي هو حزب تقدم حزب للكل وليس لطائفة ولا نقبل أن يجسد فكر حزب تقدم في الطائفة السنية ما نقبل الدكتور سليم عاف ديالة ورشح ببغداد السيد الكربولي راح يعوفه الأنبار ورشح بغداد أنا ابن بغداد قبل ما أكون ابن الأنبار حقيقة يعني أي حقيقة وأني كثير من الإخوان قالوا متفوز قلت عادي يعني شو المشكلة بالأخير أكو تجربة وهذه التجربة بالنسبة لي هي جراءة بالعمل السياسي وأنا أشتغل للناس لا أشتغل دائما يقولون أنت ضامن الناس سيد محمد حتى لو ما أضمنهم عندي فتفكر وعندي شباب وأنا قلت لك قبل ما سألتني قلت لك عندي شباب وأخوة إلي في رابطة شباب تقدم وفي تنظيمات تقدم في بغداد هم أخوتي وليس فريق السياسي نعم فأنا أعتقد اليوم من تتكلم عن مشروع تتكلم عن مشروع سياسي وليس مشروع انتخاب وإحنا نشتغلنا في بغداد من قبل أكتر ست سنين ونص نشتغل في بغداد الجمهور السني المكون السني على مدى 15 سنة لدى غواية أكيد طبعا صارت مقاطعة وطبقة كبيرة من المتقاعدين المثقفين الأهل المساجد تدري أنت وفاهم قصد أستاذ أحمد يعني مقاطعة رهيبة جدا يعني أستاذ أحمد شو رهانكم على أن هاي الطبقة تشترك بالعمل الانتخابي أنا ما أقدر الناس بزعت أستاذ أحمد أستغل أقول ما أقدر أقول لك شاشتغل لأنه أحد أسرار الشغلة نشتغل لكن أوعدك سوف نفاجئ الكثير أوعدك أستاذ محمد لا تفاجئون بالتبليط والمحاولات والتعيينات لا أعلم لا أقول لك أنا عن مكون أستاذ أحمد أولا أنا شغلة سياسي لكن مزاج الناس اليوم أنا كثير من الحلقات التي أقعد بها في مناطق أقول للعملية السياسية أقول للتبليط أقول للعملية السياسية أقول لجي المحاولة نجيوه هو المفهوم العمل السياسي صار لازم أنت تمشي مع رأي الجمهور الجمهور اليوم رأيه الخدمات قبل الأحزاب لأن نتيجة التراكمات السياسية السابقة أدى إلى أنهيار الثقة ما بين المواطن وبين الأحزاب السياسية وعلى الأحزاب السياسية أن تبدي كل ما تستطاع في عملية إقناع هذا الجمهور إلى الذهاب إلى الانتخابات حقيقة هذا يعني واقع حال لذلك نحن نتنثقف على الذهاب إلى تحديث البيومتري هو ليس على المدين تخبوني لكن أنا أعتقد المواطن العراقي بكل أطياف عندما تكون لديه بطاقة بيومتري سوف يحسم أمره قبل الانتخابات بساعات ويذهب ويقرر من يريد لكن أولا حط البطاقة بجيبك وبعدين قرر تريد تروح أو ما تروح لازم تسرى أستاذ محمد ساعة جنابك أي ساعة نص سرى لأنني أحترم يعني الشباب اللي موجودين لأنني مو أفضل من عندهم حقيقة الأقبال كان كبير التحديث خليها هاي خليها خليها تخاف من العين أستاذ محمد لا مو خاف من العين يعني المزاج السني وين رايح أنت بنوصل بي من أين ناحية على الانتخابات يذهب على الانتخابات نعم للأمانة الشباب الشباب قدر يقود منطقته الشاب قدر عنده فرصة في عملية قيادة منطقة كاملة وبالتالي هاي هي إعطاء يعني فكر سياسي مخالف يعني مع احترام كل مشايخنا وكل وجهائنا لكن اليوم الشاب هو حلقة الوصل بيننا وبيانهم وهذا احنا عملنا على إعطاء فرصة للشباب أن تكون لديها دور قيادي في المناطق مالته وهذا يعكس حال المجتمع يعني البارحة كان عندنا تجمع في أحد المدن مناطق في بغداد يعني أشادوا بالشباب يريدوا يشتغلون قالوا نعم ما اختاريته نعم ما سويته عاشت إيديكم هم كلهم مشايخ جوامع ومشايخ وجهاء وذكاترة واساتذة لكنهم بالأخير ترى ابني أنا كيف ابني يصير أحسن من عندي لكن ما أقبل أخيه يصير أحسن من عندي هذا البني آدم دائما يحب الابن ما يحب أحد غيره فهم كلهم أولادهم وأبنائهم هم يعملون في هذا النظام السياسي طيب ممتاز صاد محمد أنت جاء تجين اليوم والثقف كنائب وكمشروع وخطة استراتيجية انتخابية في المرحلة القادمة أنا اليوم كمواطن عراقي ابن الغربية اعتبرني في أي محافظة في أي مدينة شلون اليوم أنا أقتنع بأي مشروع سياسي سواء من سائرون من القوى العراقية من الأكراد وأنا عندي مغيبين وعدي نازحين وعدي مهجرين يعني أنا شاكل لها لي شاكل لها لي لا حقيقة يعني جنابك عندك من الأيمان مدم عامرة الفلوجة بهم وخيمات إلى الآن معلوماتي بسيطة أنا معلوماتي قوية أو لا يثرب بعد أبشرك يعني إلى الآن هما في أربيل في السليمانية مشردين يعني زحمة تقول تعال انتخذ شوف شو نواجههم أولا أثني على كلامك حقيقة هذا اللي تتكلم وأضافة إلى جرخ في الصخر الموجودة دعم جاية الجرخ أكو مشاكل حقيقة يعني جرخ في الصخر يعني مجامع مسلحة والدولة مدت تساعدهم في عملية إراجعهم للبيت ولا المفوضية اللي قلت لهم حل شون رح ينتخبون هذول الناس يعني هسا هم كلهم يريدين أنتخبون فلازم تكون لهم فد آلية أو فد بطاقة خاصة لهم لأن الدولة مدت خليني أرجع هاي وحدة أنا أقول بأن كل اللي يدي يصير وكل اللي يصار من العمل السياسي ومن الأمور اللي أدت إلى مفقود أدت إلى نازح أدت إلى معتقل هو العملية السياسية عدم مشاركة السنة في هذه الفترة وإعطاء فسحة إلى ناس كانوا ليس أهلا في قيادة عملية السياسية للمكون السني أدت إلى وجود داعش ومن بعد داعش صارت هاي الأمور اللي تقولها نعتقد عملية المطالبة وعملية إرجاع هؤلاء الناس في مشاركة السنة بقوة ودخولهم للعملية السياسية وبأشخاص هم يختاروها لأن اليوم صارت دوائر وهذا من يجي حامل همة أهله لأن احنا في داخل مجلس النواب السنة كتلنا يعني ممسوكة 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 بقضايا إليك وزير اللي سألتني عليها قبل فترة رأيت لك الجماعة على كم شغلة زعلانين وراح يرجعون وبالفعل لكن ما تكون أكو قضية للسنة يحملوها الشباب اللي موجودين تكون قضاياهم هم المعتقل قضياته هو النازح قضية جرف الصخر قضية المعتقل اللي موجودة ينكتل وهو بريء وقضية المغيب هذه حقيقة من يظل يداعى بيها ويدافع عنها وهو عنده حق في هذا الأمر سوف يحقق ما عجز عننا 17 سنة أو خلينا نقول إن صح التعبير من 14 سنة صار التهجير لحد هذا اليوم فالستة سنين عجز عننا سياسي المكون ستة سنين ما قدروا يوصلون إلى هذه المرحلة عندما تكون قضية تنبني في داخلك في الانتخابات وتكون مسؤول عن هذه القضية سوف تحقق ما تريده ما راح أحد يقدر يرجع دول الشباب خد من عندي لا رئيس الوزراء طبعا نحن سحجد نحجب على الضعف والقوة وما قوة ولا راح يقدرون خلينا نقول المكون السني الحالي الموجود يقدر يرجعهم لأن العملية الانتخابية بدت بتنازل شيء أن في شيء ممكن ترجع لك أشخاص بسطاء بالموازنة ممكن نساعد خلينا نقول المهجرين اللي بيتا نفلش نقدر ننطي تعويضات وهذا يجب على اللجنة المالية نحن كتبت آني إلهم أن يخصصوا النازحين إلى عودتهم لأن آني بيت نفلش وقاعد وانطوني التعويض أرجع لبيتي أبني وعلى شرط أن تكون هناك خلينا نقول فد آلية في عملية اقتراضهم وعملية مساعدتهم على ما نقدر نأمن هاي الناس أما المغيبين يعني من زرنا رئيس الجمهورية بالضبط قبل يومين كانت هناك ثلاث قضايا مهمة حملوها شيوخ بغداد قلاني أن كل العشائر اللي موجودة في حزام بغداد وداخل بغداد عدهم واعتقلين أبرياء كلهم 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 أبرياء طبعا لا سمو أقولاني كلهم بس أنا أجزم ما أحمله من هم هاي الناس عدهم واعتقلين أستاذ أحمد لا تعتقد اليوم إرهابي كان قاعدة أو داعش أنا دافع عنه أو أي سني دافع عنه لأن هو رح يرجع لمنطقتنا هو ذباحنا أخي وما ذباح أحد غيرنا ترى هو كتل ولدنا هو هذا أبو القاعدة اللي يحمل الفكر الإرهابي أو اللي يحمل الفكر الداعشي زين فما معقول أنا إذا أوقف على داعشي ما معقول لهذا الكلام أرجوك يعني حتى المشاهد خليفتهم نحن من ندافع على الناس الأبرياء الناس اللي انكتلت الناس اللي تعذبت على مود ينتزعون الاعتراف مالتهم بالقوة شقد عددهم دول أستاذ الحمد يعني المتهمين بالإرهاب ما بين 13 ألف إلى 17 ألف موجودين هاي إحصائية هاي إحصائية الموجودة اللي عدنا أجزم 90% بهمهم أبرياء أجزم أنا بهذا الأمر حقيقة يعني نشكر إحنا طبعا السادفايغ زيدان لأنه يساعد كثير من الناس الأبرياء في عادة المحاكم نشكر كل اللي جان اللي ده تساعد وكل القضاء اللي يتفهم ب2006 و2007 ومؤتمر بغداد قمة بغداد هذا اللي اعتقل 2500 من حزام بغداد طلعوا 1300 والباقي اختفوا لحد هذه اللحظة هذا الكلام يحجز احتياطا بدون أمر قبض وعدين يصير إرهابي هذا الشخص هنا أتباوى على هذا الأمر هاي مشكلة مجتمعية مو سياسية حقيقة هاي المشكلة المجتمعية أنا الصر عندي غل على الطرف الآخر أنا ابني قاعد ببيته وتيجي قوات عسكرية باللباس عسكري وتعتقله وتأخذه الناس تروح بيها رسالة هاي طبعا بيها رسالة بيها رسالة يقول لك لا تبقى ببغداد أستاذ أحمد لا تحكيني لا لا ليش ما أبقى ببغداد لا تبقى ببغداد تغيير بيومغراف أستاذ أستاذ أحمد لكن هسا عبرت هاي المرحلة شوف أستاذ أحمد ما عبرنا يا أستاذ أحمد لا لا في حزام بغداد الآن الوضع آمن جدا وفي حزام بغداد القوات الأمنية من أحسن ما تكون للأمانة لأن صار تغيير كثير وصارت لأن دائما الجيش يتبع القائد العام للقوات المسلحة مالته شنو أمكانته هل هذا نفسه طائفي نفسه معتدين نفسه وطني فيصير عن طريق هذا الأمر اليوم حزام بغداد يختلف وعلى الكتل السياسية أن تساعد هاي الناس الأبرياء اللي موجودين احنا شنو نردنا ردنا قانون عفو نطلع البريء البريء ما يحتاج لقانون عفو عم يخالف نجي وياكم ما عدنا مشكلة قانون العفو للأبرياء أهم نسمي قانون العفو للأبرياء ما عدنا مشكلة لكن أوصلي ثانيا اللي نتكلم عن النازحين لا العفو قبل النازحين المغيبين المغيبين نظرتك بعده على جهة محددة هي التي متهمة بخطفهم الأهل اللي يقولون مو آني يعني الناس اللي تقول الناس من ترفع قبايا ومن تكتب وتروح للقبا وتشتكي باسمها هذا اسمها الصريح مو اسمي آني يعني ما عدي يعني الأخوية لو صديقي لو قريب من عندي كلش مخطوف على مدأة أروح أقيم دعم ولو أكو واحد من أهلي أنا أروح ما عند مشكلة بس عشيرتي نعم أكو بيها وراحوا واشتكوا لأن بالأخير هذا حق ناس الثاني كان قلنا الأول المعتقلين وقانون العفو والمغيبين والثاني المغيبين والثالث نازحين وجرف الصخر تكلم عليه الشيخ أبو طاها كامل الجنابي تكلم بمأساة يعني الجنابيين في جرف الصخر أكتر من سبعين ألف عائلة عندنا سادة أحمد يعني هذا بالتالي يعني أنا ما أعرف يعني اليوم من يقولون إحنا نظام ودولة إسلامية يعني كم مسلمين مو إسلامية العفو دولة مسلمين والشريعة وكل الأديان والمذاهب والاثنى عشري بأن هم وأكو ظلم موجود يشوفوه بعينهم شان الله يوفقنا ما تقول لي شان الله منين يوفقنا يعني تعتقد شنو يعني هل تعتقد إحنا العراق رح يقدر يبنى نفسه وأكو مظلوم يدعي علي لو أكو ناس يباوع منطقة فارغة أقدر أروح للبيت مالتي مئة متر أنا مهجول قاعد لي بخيمة والبيت مالتي قدامي يعني شنو يعني شنو هاي العقلية اللي يحملها هذا شخص يعني تعتقد الله رح يوقف فياك مثلا العفو ما شف والله حتى تارك العراق حتى بعدين عايث على صفحة حقيقة والله شبي كنت ليش هذا أمر 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 سماوي إذا ما نرحم نفسنا الله ما يرحمنا إحنا ما نرحم ما بيناتنا المسلمين يعني رحماء في ما بينهم وين الرحمة اللي موجودة من السجين الكتل والتعذيب لحد هذه اللحظة تعذيب الألان طبعا موجود تعذيب روح يشوف بالتاجي يشوف المشاكل أكو مشاكل أنا بدا تضع على السجون هذا يحطوا جماعة كلهم ميليشيات هذا ولد فقير ذبوه جابوه مننا خلوه وزارة العدل اللي جدي تسوي الله وكي لك بس تعد وتأخذ فلوسك ومشينات ما الأكل طبعا شن القانون شن هذا العدل يا عدل والله العيب على ما يصبح وزارة العدل عيب عيب شن العدل اللي بي لا هو صلاح ولا هو عدل شن العدل بالموضوع ووزير العدل كل شي ماكو كل شي ماكو أبد ولا إما الموضوع أكو مدراء عامين أكو شبكة ما الفساد وما فساد موجودين هذول اللي يبيعون ويشترون ويجهزون هذول يبيعون ويشترون بالمدراء العامين شن الدولة هذة تحتي معقول هساني أعرفها معقول مدير مقابرات ما يعرف يعني هذا الأمر حقيقة خلي تابعون عيب عليهم لا بالنظام السياسي ناجحين لا بالنظام العمار ناجحين لا حتى بالناس اللي مسجون أو أبرياء ناجحين لا بالنازحين مرجعيهم ده أني قضايا رئيس الوزران ليش أعتب علي يروح للسجن يقول أكو بكم من المتظاهرين المعتقلين بلا ما تستحق أنت هذا العائل السهل بشن حشها يعني شنو يعني شنو ماكو بس هذول يعني ما احتراموا لهم نعم هم أخذوهم من الشارع حرية ودبوهم نحن معهم بس ليش ما تقول أنت ظلك شقيد قاعد أنت ليش موقوف ظلك ثلاثة أربع سنين ليش شنو قضيتك يعني هذا هذا الظلم المجتمع اللي دي يصير على المكون يعني الله يعينهم سبعين ألف عائلة بس من الجرف ترى هذا ما أدري يعني أستاذ محمد رح أسألك سؤال أنت شن لي جاب رك أن تشتركون في عملية سياسية نتائجة معروفة والأخ الأكبر ما ينطيك ما يخليك تتنفس والله ما ينطيك مجال تدريش أتمنى أتمنى السنة يسمعوني أتمنى أوصل إلى مرحلة سنة أقولهم شاركوا أو لا شاركوا المجتمع السنة المكون شارك مئة بالمئة بس يطوك رهزة وزراء ما أريد عمي سأشارد رأيها وزير داخلية تصير ما أريد عمي عمي خليه أخذهم كل وزارة لعشلو فائدة المشاركة واني هالي مواجهة المناجحين نعم نعم أنا لو تجي إلي ليش أقول لك أتمنى هي أمنية مو شرط يعني هي طموح بالأخير أكو واحد طموح ماكو جشع نحن نطمح أن يكونون السنة في بودقة واحدة وفي رأي واحد ويباوع للمكون ليس من الناحية شون هو يصير نائب وهذا النائب على مده هو يستفاد عد يطلع لك كلمتين ثلاثة يطلع يسألون بني لو علي أنا السنة ما أخير يمشاركم بالعمل السياسي نهائيا نهائيا قلت بقى نتفرج ما نعلاقة هذا الملعب وانتو روح يلعب وما عدنا مشكلة لكن يجيبون الرأس وانت بالأخير أكو منظومة دولية تباوع وتحكم أنا على قولتك أنا هسا مشارك بالعملية السياسة مش أراك ليش أشارك يمكن يعني أحمي واحد اثنين 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 وعندك نازحين ومغيبين ومعتقلين إذا تطاطع سرحي سربيك وإذا تشارك ترى نفس الحادث أولين أولين لا تحملني لا تحملني وزر القبلي يعني الأخطاء اللي صارت بالألفين وصعدوا على المظاهرات والمنصات وقاموا يصيحون هم يتحملون مصاعدتهم ما يخالف هذول أهل كرة بس أنا ما قلت لهم أصعدوا سيد أحمد لأن اليوم الأخطاء اللي صارت طلعوا مظاهرين اش قد طلعوا مظاهرين تشرين اش قد طلعوا اش قد بقوا مو سنة ونص شون اللي حصلوا شون حصلوا احنا ما حصلنا شي حصلنا تنظيم داعش حصلنا تهجير الجماعة حصل انتخابات مبكرة الجماعة شون مبكرة العملية السياسية من يقول رح يشاركون دول الشباب اللي طلعوا هس اللي يشاركون يغيرون معادلة بس من يقول يشاركون هاي وحدة ثانيا أنا أعتب على اللي قبلي اللي كان هم لازمين الرمح ويقاتلون ويحشون باسم المكون السني والمكون السني أداء إلى ما صار عليه حاليا تقول لي أبطل أقول لك احنا في نص ما أبطل واحد يش يسوي ما عدي مشكلة القرآن هسذا عليه أبطل ولا يمن الموضوع ولا لعلاقة بالأمر كله ولا يعنيني وسئلتني قبل شوية قلت لي سليم ما نجح قلت لك لا أنجح شين الموضوع النهاية العمل السياسي مو نهاية العمل السياسي لكن من يكون عندك فكر ويكون عندك ناس مؤمنة في التغيير ثق ويعتقد واقعي الحال مالتني أنا بالألفين وعشرة مو هذا واقعي الحال أحجي وأسولف وعندي إمكانية وعندي خلي نقول بجاميع معتقدة بأن محمد أو جزء من فكري وجزء من عملي وجزء من مأخوذي ده أشوفك حيل تعول يعني حيل تعول على الشباب وعلى المكوون لا ما عندنا غير الشباب إحنا إحنا آخر ورقة ده نشتغل بهم والشباب بس ما وصلوا لهذا الشباب لمحترامات اللي تابع لك واللي بمناطقك ولا بمناطق تقدم وغير تقدم ما وصل لهذا الوعي وعا عنده ما وصلني الوعي المجتمعي وصل أنت أقول لأني أنت ما محتك بهم أنا ما محتك ده لا ما محتك بهم ممكن ممكن الطبقة اللي تحتك بها تختلف عن الطبقة هم اللي دايش تاوما بها نعم إحنا ما أقول أنا محسومة كل الشباب اللي موجودين بها المناطقية إنه لكن أجزم عندنا ركائز قوية في هذه المناطق شون تنحل جرفة الصخرة رئيس الجمهورية جاءت غدا يوم أقول لأ عم يترى عدنا نازح لا لا أقول لك يا أخوة ما حزورة جرفة الصخرة يكلها يعرفها يطلع من أم رئيسا يعرف جرفة الصخرة وما أخذها الجماعة يعني موفد شي يعني تفاوضوا يا الجماعة ما تفاوضوا يعني شيخ عدنان أبو سلام الله يذكره بالخير الجنابي يعني تفاوضوا إياهم يعني وحجوا إياهم وذهب إلى دول ما يرغب يروح له وللأمانة لكن ذهب عن أمود أهله وناسه وعشاره لكن بالأخير أكو قرار سياسي بعدم الدخول في هذه المناطق هسه ماشي إخوة أصرفوا لهم اعتبروهم مثل هدول اللي كانوا اللي قبل داي أخذون فلوس اللي داي أخذون تطوهم فلوس أنتوا اللي خلينا نقول رعاية اجتماعية أنطيهم هس أنت مقصي من البيت مالته وجارهم عليه هو ما عنده مجرد اسمه جنابي من جرف الصخر هذا جريم تترى بالمناسبة بسن جنابي من جرف الصخر نقطة لا سطر المفروض لو أكو عدالة مجتمعية هذول الناس أصرفوا لهم أنطيهم اللي ما عنده عمل ما عنده موظف أنطيه خلي أجر هسه تريدوها لقاء عمالتهم أما تريد قاعة تأجرها أنت هس أنت بيتي مأجرة وقاعة مأجرة ورزقي ما أخذ كله أنت مأجرة الدولة غير تنطيها تنطي بقابل هذا الإيجار إذا أنت كدولة ما مستعد ما تقدر ترجع لهذا البيت عم يأجر البيت تنطينا أريد عيشاني ما معقول أنا أظل نازح طول العمر ممكن يقرر بعد من تنطي الدولة فلوس وتشد لها فلوس ممكن يقرر بعد ما يرجع نجرف الصخر ممكن من يعرف أو يقول لك هس أن الميريد اللي يريد يرفضها خل يرفضها ما عندنا مشكلة يقول لك أنا أرجع القاعد لكن أنا أعتقد اليوم الدولة مأجرتها مأجرتها وعليها أنت تنطيهم فلوس على ما يصير الصلاة للجماعة حلال بيقاوسيا يقول لك البيت اللي يختصب والأرض تختصب حرام بيها الصلاة على ما يصير حلال دولة مأجرتها أنا أعتقد في نظريتي الدولة مأجرتها لأن الدولة ما طول قانون ما ينفذ عن طريق الدولة وعن القوات الأمنية تعتبر مؤجر مؤجر الجماعة خلطيهم فلوس أنا مواطن عراقي لمواطن عراقي خلي قولي قولي يا بلدت الجنابيين بجرفة صخر مواطن عراقي على ما نعرف على ما نقدر نتعامل سياسيا معهما نعم زميل مخرج قلن نشوف هذا الفيديو وقلنشوف أستاذ محمد بعده متمسك بهذا الرأي لازم اتحمل تعرف ليش لأن هاي أزمة لازم نعبر بيها نعم الموظف يقول لك أنا ما لعلاقة أنا هماتين أقول لك الموظف اللي ما يعج بيداهم خلي بطلوا وقل ببيته ما عندي أطيكان فلوس صحة هنا ما صحة هنا بعض الشركات أنا أذكر لأخرب أحد الكتب شركة من الشركات العملاقة الأمريكية للأزمة المالية الفلوثمانية نزلت يعني سقطت كل شما عدا فمجلس الإدارة قالوا نقرر أن نفصل 50% من الموظفين على ما نقدر نشتغل ونقدر هاي فهو نفس المدير ما قاله لا اللي يريد يأخذ إجازة خلي أنطي إجازة بدون راتب وساوى في عملية حسابية بأن هو يأخذ من عندك شهرين إلى ثلاثة شهر بدون ما يزعلك فهذه العملية يحتاج الوزير المالية اللي يقول علي أبرافيسو أقول الاقتصاد لازم يقال ليش معادلة بعدك متمسك بهذا الرأي الموازنة راضين عليها ولا لا مستقبل الموظفين هذا أثار جدل أستاذ أثار جدل شوف أنا أولا يعني هاي ذي كتبون بأن المقترح محمد نزل الرواتب مقترح محمد أنا ما العلاقة يعني أتكلم بما أشوفه يعني شوفه صحيح بالأخير أكون رئيس وزراء هو من ينفذ هذا الأمر جابوا الموازنة 1460 ذاكي يوم ده أحكي مع بعض الكتل السياسية 1460 شوية صعب بقى لو لا الشارع حدة وخليه على 1460 ومشي يعني وكأنما أزمة صارت وعبرت خلاص ما يتذاكرون بأن هذا يعني يأثر على المواطن البسيط حتى عملية خلي نقول اللي صارت ده أتكلم مع بعض الأخوان المالية عملية الخصم اللي راح يصيرون بالفلوس اللي قالوا ناخذ 30% و20% هو حقيقة يعني قالوا المليون الأول ما علي أي يعني أي خصم يعني راح يصير ورا المليون الثاني يخصمون 10% ورا المليون الثالث هم 10% من المليون ذاكي فهما بالبداش قالوا قالوا يا برح يقصون 40% من الفوق اللي هاي هو لا 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 بس كل مليون علي يأخذون من عنده خلي نقول 10% احنا مو ضد الموظفين أبدا بالعكس احنا الموظفين هم يقيمون الدولة وديعملون بالدولة وديشتغبون جزء من الدولة لكن انت تباوع اليوم اكو أزمة حقيقية واقعة يعني تصير و اكو شباب يريدون يتعينون بالتالي لازم الدولة تساوي بين الموظف و بين الناس انا ما معقول اليوم انطل الموظفين و اقول ذولي يحيد يرون الدولة و الشباب اللي موجودين العاطل عن عمل ما ألقى لهم شغل او ما ألقى لهم فتفرص عمل يعني شنو ذنب الشباب اليوم وين ما نروح الريد تعين الريد تعين حقه بالاخير اكو انت فتحت لك كليات اهلية اكثر من الطاقة الاستيعابية و صار التخريج اكثر من الطاقة الاستيعابية او صار الدكتوراه اكثر من الطاقة الاستيعابية و انت مدر يقدر تستوع بلا دكاترا لا بيكالوريوس لا ماجستير وبالتالي هذول الشباب نزلوا الى الشارع و يريدون حقهم و انت بالدولة تباوع صاف و الله عدي احتياطه جيد اجيبة اخليه اصرفه و اقول لهم باقل من دقيقة استاذ محمد بعجالة تعولون على رجال الدين في رسم الخارطة الانتخابية بالنسبة انه نعول على رجال الدين في تثقيف الجمهور للذهاب الى تحديث البطاقة البيومتري لان رجل الدين هو جزء من الدولة و الدولة لانه موظف بالدولة لازم تحدثون البطاقة البيومتري وتعتبر وثيقة خامسة فبالتالي هو امر من الرئيس نائب رئيس تحالف القوى النائب محمد الكربولي شكرا 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 لكم سادتي الى اللقاء اشتركوا في القناة